أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبناء طلاب مدارس العبير الصف السادس أهلا وسهلا بكم في الفصل الدراسي الثاني مع شرح مدة الحديث الشريف اليوم يا أبناء نتكلم عن أول درس وهو بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ من القرآن الكريم ما يؤكد لنا ضرورة ووجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وهنا يا أبناء نسأل كيف وصل إلينا الإسلام نعم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال التالي من الذي نزل عليه الوحي وقام بمهمة تبليغ دين الله للناس نعم الإجابة هي النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال التالي كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين نعم الإجابة من خلال القرآن الكريم وهو وحي الله عز وجل للأنبياء والرسل وكذلك من خلال السنة النبوية والسؤال التالي يا أبنائي ما واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة محبته وتعظيمه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حكم محبة النبي يا أبنائي واجبة على كل مسلم ومسلمة ولا يصح الإيمان إلا بها فهو صلى الله عليه وسلم صاحب فضل على المؤمنين بل على الناس أجمعين وعنه أخذ الدين وعليه نزل الوحي وقد بلغ دين الله عز وجل وشرعه فهدى الله به من الضلال والشرك إلى نور الهداية والتوحيد فعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن كم لإيمانك يا عمر إذن يا أبنائي لا يكتمل إيمان العبد إلا بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم الآن يا أبنائي عن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا تقديم طاعته على طاعة غيره من المخلوقات صلى الله عليه وسلم كذلك تقديم طاعته على هوى النفس وشهواتها وكذلك اتباع سنته والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومن علامات محبة صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم ومطالعة سيرته كذلك تعظيمه وتوقيره ومحبة آل البيت كذلك الدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم والغضب إذا انتقص منه وبذل النفس فداء له صلى الله عليه وسلم كذلك من دلائل محبته تمني رؤيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أما صور محبته صلى الله عليه وسلم من أصحابه فورد في صلح الحديبية أن أرسلت قريش عروى بن مسعود الثقفي لمفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من قريش فبعدما رجع من معسكر المسلمين إلى قومه قريش قال فيهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسر والنجاش والله إن رأيت ملكا يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا هكذا وصف حب أصحاب النبي لنبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله عز وجل أحب إلي أن أصل من قربتي أبو بكر يقول أن محبة وقرب النبي صلى الله عليه وسلم أولى له من قربته رضي الله عنه الآن فكر لماذا ازدادت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لما رأوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وتعامله والآن نتعلم في هذا الدرس أولا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع سنته أخيرا الصحابة من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يا أبنائي يجب أن نكون يجب أن نكون مثله ننتقل إلى التقويم أبين حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا أبنائي أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة ولا يصح الإيمان إلا بها ولا يكتمل الإيمان إلا بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني يقول أذكر دلائل محبته صلى الله عليه وسلم نعم تقديم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره من المخلوقات كذلك تقديم طاعته على هوى النفس وشهوتها وكذلك الاقتداء به في سنته وفي كلامه وفعله وفي كل أحواله صلى الله عليه وسلم وكذا يا أبنائي نكون انتهينا من هذا الدرس جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة